موسيقى عزيزي المشاهدين في كل مكان السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ساعة التربية حنلتقي ساعة التربية إن شاء الله كل يوم ثلاثاء حيبقى على الساعة تسعة ويوم الجمعة على الساعة عشر ونص مساء إن شاء الله موضوع ساعة التربية دايما بيقصد بيها عمليات التوجيه وعمليات التعديل وعمليات الأنماط أنمط التربية إيه؟ أو أوجه إزاي؟ أو أتفاعل مع الموقف إزاي؟ أو إمتى أقرر إن أنا أعاقب؟ وإمتى أقرر أثيب؟ إمتى أقرر إن نظرية الثواب والعقاب؟ مسألة ساعة التربية موضوع كبير ضخم ضخم لإنه بيستوعب يعني أهم أو من أهم الأجزاء في جسم الإنسان اللي هو المخ البشري ودايما برسخ فكرة إن إحنا إن إحنا المخ البشري ده بتأثر فيه التربية المخ البشري بتأثر فيه التوجيه المخ البشري بيخلي العواطف بشكل معين المخ البشري بيفكر بطريقة معينة عليك إنت كأب وعليك إنت كأم أو كمربي أو كإنسان إن إحنا نحاول قدر المستطاع إن إحنا ننمي الجهاز العصبي ننميه بقى شعورياً ننميه فكرياً ننميه سلوكياً ننميه اجتماعياً أي مكان التنمية الموجود لكن هو من أكبر وأخطر وأهم وأكثر الاستثمارات بتتم في المخ البشري وبالتالي أنا كأب أو كأم مسؤول عن يعني أهم شيء يمكن أن يحدد مصائر ممكن أن يحدد نجاحات ممكن يحدد إغفاقات ده بناء على إيه؟ بناء على شغلي أنا كأب وكأم القانون الأزلي في الناموس الكوني إن الأخذ بالأسباب فريضة يعني لازم ناخد بالأسباب اللي تنمي عقول أولادنا وأفكارهم وأسلبهم وطرقهم أما الهداية والصلاح والطلاح فده مكتوب بس الأهم إن أنا أعمل اللي علي عملت اللي علي والزرعة بازد عملت اللي عليك ده قدر من عند الله عملت اللي علي والزرعة بقيت ناصعة الاسمه ده وارفة الأوراق والفروع وغيرها يبقى فعلا يبقى الحمد لله خلاص وبالتالي أما بنتكلم في علاقة النفسية أو الطب النفسي بالتربية هي علاقة أصيلة إحنا عندنا مراكز في المخ للعواطف وللمشاعر وعندنا مراكز للخوف والألأ وعندنا مراكز للطموح وعندنا مراكز للهمة وعندنا مراكز للذكاء وأنواعه وعندنا مراكز للاستيعاب وأنواعها وعندنا الفنيات بتاعة البني أدنين موجودة في مراكز المخ المختلفة سواء كان في الزاكرة البصرية أو السماعية كلام معقد جدا لكن في النهاية أنت تشكل المخ فزي من تشكلته بيطلع زي أي جهاز من الأجهزة في الجسم اهتمت بيها ولم ترهقها وتوازنت تقدر تستمر في حالة صحية سليمة اهتمامي بالتغزيع عشان صحة الولد تبقى أفضل اهتمامي بالحديد عشان ما يحصلوش أنيميا اهتمامي بالزانك عشان القدرة العقلية اهتمامي بالفيتامين سي عشان البشرة والشعر وغيرها من الأمور لكن يظل السبب اللي بيخليني من 15-16-20 سنة بطلع على الشاشة أني أنا ممكن أعيش بجزء من الرئة ممكن أعيش مع قلب يعني تصلبات الشرعين فيه كتيرة وممكن أغير القلب بعملية قلب مفتوح أو أصلق بعملية قلب مفتوح وكمل حياتي الكلة كذلك وبالتالي ممكن ربع ربع كلية ممكن الواحد يعيش بيها بدل كلتين اه ممكن يجي للبني آدم اه قدرا ورم ويكون خبيث ويخش عملياته كيماوي ويشارف على الموت لكنه بيكمل الحياة اللي بيقرر المصائر المخ يعني اللي بيخليني ناجح من سلامة قلبي وسلامة الكليا بتاعتي في المقام الأول في المقام الأول اللي بيديني الفكرة وتنفذها والاهتمام بيها وتطويرها هو المخ البشري على حسب ما تربيت على حسب ما تربيت تربيت فين وليه وعشان ايه طب ممكن ناخد ابراهيم ونكمل بقى الموضوع بعده تفضل ابراهيم مساء الخير مساء الخير ازاي حضرتك مساء النور يا أستاذ ابراهيم ازايك الله يبارك كل صحة حضرك طيب كل صحة طيب وانت بالصحة والسلام حضرتك 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 ما قلت كده من 15 ولا أكثر من 20 سنة ربنا يكرمك يا رب أنا معنا ببقى سعيد طبعا صداقة صداقة عبر الأثير احنا السعداء ونتعلم من حضركة دكتور ونستفيد والله والله بنستفيد بجد يعني يا ربنا يكرمك ربنا يكرمك بجد يا ربنا يبارك فحضركة دكتور لو سمحت دكتور أنا عندي ابني عنده هو في التامية ابتدائي 8 سنين 8 سنين ووقت صغيرة عندها 3 سنين واصف عايز بس أسأل حضركة دكتور يعني ازاي يعني بيه هو عايز حاجة وتشدها منه ايه بتبع عايز حاجة وتشدها وهكذا ازاي دكتور اوائم الدنيا يعني ازاي اوائم كده اه برضو ما تخيلش في الوضوع التربية ده السؤال اولاني اه السؤال التاني بس معاليش كان ياسور اطالع حضرتك لا 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 اه الله يخليك اه حضركة كلمت دلوقتي زي ما نقوم دلوقتي ان انا استمج البروتين بالحديد وبالزينك والكذا وكذا ايه الحاجة اللي في السم ده الواحد يعني يهتم بيها شوية في الأجل وكل شاشة اللي حضرتك حاضر انا فيش مشكلة ان انا اقول بعض الحاجات الغذائية الخاصة بالمخ البشري يعني دخلها في التخصص برضو عشان ما نخرجش بره التخصصات بتاعتنا المختلفة المدعبات المستمرة ما بين الاخوات التمانية والتلاتة والنص دول ده طبيعي امر طبيعي امر فطري امر فطري ان انا يبقى فيه نوع من نوع الانانية عند بعض الاطفال الصغنانين اللي عندهم ثلاث سنين ونص وبالتالي من سن سنتين لاربعة بيحاول يستحوز على كل شيء طبيعي ان الكبير ياخد من الصغير والصغير ياخد من الكبير وطبيعي ان بابا وماما لا يتدخلوا في الامر طالما ادروا يحلوا المشكلة لكن بنجي في مرحلة معينة خليهم يفكروا والتفكير الطبيعي ان كنت لو خدت من بعض دي مش هتاخد دي لو خدت من هكذا يبقى ممكن ما نلعبش اخر اليوم او ما نعودش اخر اليوم او ما نحكيش قصة اخر اليوم وهكذا يبقى المسألة فيها مقايدة والمقايدة دي في صالح الاطفال لكن طبيعة ان الاطفال بياخدوا حاجات بعض بيتخنقوا مع بعض بيشدوا مع بعض بيسرخوا مع بعض لا تدخل لأفراد الاسرة الا اذا قالوا لك ماما او بابا ماما او بابا لو دخل في الموضوع اه ساعدت تبقى قاضي تحكم بينهم بس غالبا اما تحكم هتبقى ظالم عشان كده حط عامة حط عامة قوانين للأشياء لو منفعش يبقى توقيتات لو منفعش يبقى محفزات هناخد صار اكمل ولا صار معنا طيب اكمل بقى الموضوع الدنيا عشر ده ايه كده قبل الاتصالات القادمة ان شاء الله لكن فيه حاجة اه يعني حاجة انا اصطدمت بيها واقعيا يعني والنهاردة ما عرفش كان كان يوم كده عاصف يوم كده اه يوم كان فيه اه العلاقات الاسرية ما بين الزوجين مهمة مش شايفين انها مهمة 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 ان يبقى فيه تفاهم دماغات متقربة في فاهم الامور اخلاقيات مناسبة لحل الامور درجات من التطوير في العلاقة كل فترة عشان صعوبات الحياة المختلفة وبالتالي الزوج والزوجة لازم هيشتغلوا على العلاقة بينهم وما ينسوش انهم بابا وماما في نفس الوقت وبالتالي العلاقة الزوجية مربوطة بالعلاقة التربوية لحد ما يحصل الانفصال لكن لو ما حصلش انفصال بتستمر مؤثرة بمعنى مين بينقل الطفل او بينقل البنت الصورة الذهنية عن باباها حاجة ده بابا ده كل الدنيا وماما مصدر الحنية والامان والعاطفة والعطاء وغيرها لكن الامور ما بتستمرش على كده ناس كتير تشتكي ان اولادها ممكن تبقى فيهم قدر من العند والرفض للسلوك ناس كتير بتتكلم ان الاولاد مش بيدوا الاحترام الكافي لبابا او ماما ده بيرد علي ده بيعرفني الدنيا ماشية ازاي ده بيصغرني ده مش عاوز ياخد رأيه ده مش سمع لكلمة حاجة كتير ايه اللي بيحدث تغيير ده ايه اللي بيخلي الزوج والزوجة اللي بيستشرفوا حياتهم وعندهم طاقة لانجاح العلاقة بتفشل العلاقة نفسها ايه السبب طب ايه السبب في ان بابا ما بيقومش بادواره او ماما ما بيقومش بادوارها لا خليها اهام ايه السبب في ان انا مش شايفة ان بابا بابا وماما ماما لغ بطكوا بس ما علش استحملون ايه اللي بيوصل الاولاد في كتير من الاحيان انهم يعملوا عكس اللي بيطلب منهم ايه اللي يخلي الاولاد ما يخافوش العقاب ايه اللي بيخلي الاولاد يبقوا شايفين اصدقائهم واصحابهم وابهات اصدقائهم واصحابهم افضل من بابا وماما الابعاد المادية العيشة الرفاهية توفير متطلبات الحياة طب ايه اللي بيخلي ابني حاسس بالامان والاستقرار وبيتعامل باحترام وبادب وعلاقاته متزنة ومتوازنة العلاقة الاساسية اللي هي ما بين الرجل والست اصطدمت النهاردة باب وربنا يعينه يعني اه 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 العلاقة بينه وبين اولاده مجدودة الاولاد اه بعاد الاولاد مش بيحترموه الاولاد مش بيقدروا مجهوده الاولاد اما بيبقوا محتاجين حاجة بيتحكوا ويهزروا ومش محتاجين حاجة بيبعدوا عنه وفيه امهات فيه امهات كتير تقول ان انا والله بأمورهم ما بيطعنوش الاولاد بيعملوا لهم عاوزينه راجبين دماغهم بيسمحوا لصحباتهم وغيرها برجع اقول اه اه احترام الدور اللي بتقوم بيه الام واللي بيقوم بيه الاب لكن في بعض اوقات بيتولد مشاعر سلبية بين الراجل والست اه مش هو الشخص اللي كانت تتمناه او محبطة من افعاله او معيشهم في عيشة صعبة او ما كانش ده اللي حيشبع العواطف النفسية بتاعته والزوج شايف ان الست ما بتعرفش تعمل حاجة واي حاجة محتاجة تعديل ومحاورات ومساجلات ونقاشات وشوف الستات بيعملوا ايه وشوف الرجالة بيعملوا ايه وشوف انت بتعمل ايه وشوفي انت بتعملي ايه واللي بيحصل ده بيحصل قدام الاولاد فالطفل ما بيفرقش ما بين علاقة زوجية متوترة او غير ناجحة او عدم احترام للزوجين لبعض من انك انت بابا وانا ماما دي ماما ده بابا ده ماما طب الجماعة الكبار دول مش عارفين يحلوا مشاكلهم مع بعض بأدب فبيقلوا ادبهم ففي تفكير الولد او البنوتة اذا كانوا مش عارفين يحلوا المشاكل في العلاقات بينهم سنين طويلة هيقدروا يساعدون من هنا بيتقزم الاب وتتقزم الام تقزم يعني يصغر فعنين الاولاد وبمجرد ما بيصغر الاب او الام بيجي بدائل فنستغرب ان البنوتة بتتصل بعشرة اولاد في نفس الوقت او مصممة على علاقة مع زميلتها اللي بابا وماما رفضينها او تيجي تقولك انا مش مصلي مش انتو بتصلوا انا مش هصل الولد نفس الحكاية بابا قال ماما قالت خلاص هاخد فكري من برة اروح مع صحابي صحابي بنطحم بعض ونتصالح وحبايد وبيوجب معايا صديقي ساعة احتياجي حتى لو كنا متخانقين كل دا يعني كل دا بيحصل وفي الاخر بلوم جيل كامل على انه جيل لا يحترم الاب والام جيل كامل مختلف عن الجيل اللي قبل كده فيه ام قالتلي انا كنت دايما المقول المشهورة انا كنت اما كنت ببصلي بصة بس او يتقال ان بابا طالع ببقى بكهرب يعني ماما اما تشوفني كده ببصلي بتعيدل عارف بنظرتها بتاعت ايه من النظرة كنا منتعلم من النظرة كنا منتعلم من مجرد تغيير وش ماما كنا مطيعين كان اقصى حاجة امانية لنا انهم يبقوا راضين لكن اما تشوف دلوقتي الوضع مختلف شوية عشان زمان كان فيه قناتين بس تلفزيون والراديو كان قناة كده و ما كانش فيه ساتيلايت ما كانش فيه اقمار صناعية ما كانش فيه قنوات فضائية ما كانش فيه فيسبوك ما كانش فيه وسائل التواصل الاجتماعي ما كانش فيه مجتمع باكمل وغربي ساح على المجتمع الشرقي من غير اي مقدمات وبالتالي فيه قدر من المعارف وقدر من الحاجات اللي تجذب ابني عني فتبعدهم عني فالولد قاعد اللي 24 ساعة في قطه قدام الكمبيوتر او اللابتوب او بيسمع حاجة البنوتة ماسك التليفون بتتكلم مع الاولاد واتس ايب ما عرفش مش الاولاد البنات مش مهم يعني بس هو في الاخر اللي بيحصل كده ما بقوش يقعدوا معنا النقشاتنا بتتقلب خناعات طريقة كلام اللي ولاد مختلفة ما بقتش زي الاول الاولاد بقوا متمردين الاولاد بقوا عناديين الاولاد بقوا حاجة كتيرة وانما تدور على السبب حتلاقيه واضح قدام عينك واضح جدا ان انا كزوج اما اقدرش الست اللي نعيش معاها فقدر اللي بتعمله خلاص ومؤلهاش جزاكم الله خيرا وبسفف فيها وبتفف فيها ودايما اما بتقول رأي بتحك على الرأي ده قدام الاولاد وبالتالي ماما ما لهاش رأي او ماما تحط قاعدة او قواعد وبابا ييجي يكسرها تخيلوا الكبار دول اللي هو بابا وماما اللي هو الزوجين دول الكبار كبار يعني 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 بعد الجامعة بعد بيعملوا ده في بعض اوقات غيظ او استقطاب للاولاد او عشان تبين ان ده وحش لانها كزوجة شايفة وحش يبقى قب فاش لطوص يلا وهكزا نفس الصورة زوجة مش ناجحة ام مش ناجحة يلا وفي الوسط النباتات الصغيرة اللي بتنبت بتشوف الدنيا بتطلع في حالة من عدم الامان ده ابويا محول وامو محول مش شايفينها ده بيتصيرفه زي الاطفال في اخناتهم في ردود افعالهم هتعلب من ايه الشعور بعدم الامان ده لوحده ان انا مش امن بيك مش امن بيترج وزوره ضعيفة ابوكو ده اصلا هو عصبي ابوكو ده نرفوز ابوكو ده بيصرف على ولاد عمه ما بيصرفش عليكو ابوكو ده بي بخيل ابوكو ده يعني النقاش معه صعب ابوكو ده كزا وفي الناحية التانية امكو دي ما عرفش ايه وايه 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 المعارك الزوجية اللي معارك ما بين الاب والام وفي وسطهم العيال اللي عادين يتفرجوا على ام احمد وابو احمد ابو احمد جاي داخل جاي بشوية تفاح خلاص عجبوه قال لها يا ام احمد تفضلي قالتلي ورين اه يا ما جاب الغرب لام ما انت جايب التفاح اللي بتحبه مش جايب الجوافة اللي بحبها انت دايما كده مهملني لا انا مش مهملك انا على الاقل وقفته في الحر وشلتلك وحطيته بتاع شلت ايه شلت حاجة انا مش هكلها وانت عارف ان انا مش هكلها طب يا سيدي قوليلي شكرا ان انا تعبت شكرا ان انا معرفش ايه يا سيدي ماشي يا سيدي عاوزت واقعني في الغلط شكرا يا سيدي على اللي جبته واحمد ما بين البابا وماما بيبصل دي كده ويبصل دي كده يا ولدي التفاهي ايه التفاهة دي ايه التفاهة دي ايه وصلنا لهذا المستوى من تقليل الاشياء اللي بيعملها البعض الى البعض فتبتدي العلاقات بالشكل ده في ولد زميله جاه جيه يقعد معاه في قوضة فبدأ السينفونية العشرين للبيت خناء بن بابا ولا يهم كما كده طول الوقت ما يهمكش كامل يا عام كامل وبالتالي يوم ما نلاقي ان اولادنا بعدوا عنا جزء وكيام من البعض التغيرات اللي بتحصل زائد العلاقات الضعيفة الامام ببابا وماما لا اخذ اتصال هاته اتصال استاذ رجب استاذ رجب لسه على الخط ولا طيب اعتنى طولنا علي ما عليش عام رجب اتناز فين او يا استاذ رجب اي مكان يعني اللقب بتاعك في هذا العمر وبالتالي طيب نيجي لنقطة تانية كتير من الاحيان بقول للولد لازم نكون صدقين لازم نكون كويسين لازم نبقى اومناء لازم نبقى هاديين لازم نبقى اخلاقياتنا كويسة بندي محاضرات حلوة فهماني طيب خلص دخل السلام عليكم سلام ورحمة الله يا دكتور اهلا يا عمر يا جفينك والله انا بصراح اعز فين عليك زي ديني مزئول دايما والله لنست أخلم يا دكتور ده انا عمل لك تليفون خاص والله والله دحيات دي دحيات الانهزاك كله بالكار اه والله لانك انت اصلا انت المدخلتك المرة يعني في المرة بتاعت قيمة الاب دي اثرت في نفسياتنا اكتر والله انت عملت لي عالم يا كاملة يا دكتور الله يباري فيك بقول لك يا دكتور اه ليه تايما الراجل حقه محبوم سنان في المنزل انت من اولادو ومن احباب اه على كراير كنت يعني بشتغل برة خمساش اليوم في البيت وخمساشي برة خمساش اليوم في البيت حسدت لي في الاولاد دايما لو عارضين حقية دايما من الغام بصدت على كده انتخلت لاحبابي برة اه اه حاضر يا عمرك بحاضر الله يباري فيك يا دكتور انا بحبك لله بالله يباري فيك تعشقوا احيانا قبل العين يا ربنا يكرمهم يا رب حاضر حاضر شكرا حاضر شكرا طبعا عمرك صاحب المدخلة في قيمة الاب اللي هو بابا وهو دا لنا اصدع لي فكرة هضم حق الاب كاب كمجهود كجهد انا اعرف اباء بيصحو من الساعة خمسة او اربعة ونص قبل الفجر بيستنوا العربية بتاعة المصنع ثمان ساعات في ثمان ساعات وساعات يطبقوا في نبطشياط عشان يوفروا اه اقل درجات الكفاية لأولاده واعرف كتير من الاباء والامهات والاباء اما يبقى عاوز يشتري هدمة او هدوم او غيره يشتري الابن قبل ما يشتري نفسه ووصل الامر باني اما يبقى هو تعبان وابنه تعبان يروح بابنه للدكتور وهو ياخد اي حاجة خلاص والسلام وبيتعرض الاب في كثير من الاحيان لاهانات او مواقف لا تليق ولا كان يقبلها فوقت من الاوقات لولا ان هو وراه جرم من الناس مسؤولين فرقبته وعلى ذلك فقس فهماني في كل مستوى من المستويات وبالتالي حضور الاب داخل المنزل المدد بتبقى قليلة وكل لما كان الحاجة الى الاستزادة من الدخل للأولاد اللي داخلين كلية اللي داخلين مدارس الاكل الشرب المعطيات طفلة عاوزة عملية ما عرفش مين عاوز كذا مين عاوز كذا فبيبتدي يشتغل وبيشتغل بنهم وما بيكونش في ذاكرة الاب في بداية الامر انه نفسه اولاده يكونوا حاسين انه هو صهران وهم نايمين في السرير يقدروا الصهر بتاعه في عمله او الضغط العصبي اللي واقع عليه لتوفير مديات معينة في وقت من الاوقات لا فتحت الموضوع كبير يا عم راجب الله يعني امثلة يعني انا افتكر ان انا حد جيه عشان يشتغل شغلنا تلتة وبالتالي هو بينام يوميا من ثلاثة الاربع ساعات ومقدراته انه كده وشايف انه المفروض يعمل كده وده لابد ان يقوم به هل الاب ده ما بيحبش اولاد لا ده بيحب اولاده جدا 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 بس العيب ان الحب عملي حب فيه عطاءات مادية كثيرة محتاجة الفرشة اللي في البيت ايه الفرشة اللي في البيت زمان كده اما كان الزوج يجيب الحمص بتاع او فول او لب للبيت وهو راجع فزوجته تبص كده وتحطها بفرح جدا عشان هتقز ازبقه وتشرب كوباية شاي ونتكلم ونعم تقول له الله ربنا يخليك لنا ربنا يقويك علينا ربنا يرزقك برزقنا يا مهنيني يا ساعدني بشوية لب ولو حزبة فجل او كرات تسلم ايدك تسلم مجايبك يسلم اليوم اللي شافتك عناية خلاص فأم عبدالله طيب طيب يلا دخل السلام عليكم أم عبدالله تفضلي أم عبدالله اتفضلي ايوه يا فن بخير الحمد لله تفضلي انا مشكورة جيد على الامين الضاو اتفضلي كل ايضا اتفضلي 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 نعم رقم حداتك الخاص ده مع الاعداد بقى عايزة رقم حداتك الخاص مع الاعداد حاضر حاولك الاعداد تفضلي اكمل بقى طيب قدامنا اديه بس عشان الله حلو جميل طيب وبالتالي اما لقي الزوجة بتقول لزوجها كده ده لو الزوج بيشتغل اراطة هيشتغل 24 اراطة عشان يسمع الكلام الجميل ده والتقدير الجميل ده كل ده قدام الاولاد الصغيرين اللي شايفين ابي راجع في اخر اليوم عشان كده في اولاد بالفطرة بيبوسوا ادين بابا ومام وفي اولاد ما يعملوش ده في اولاد يوم ما طعع ازمة في البيت يجيبوا الحصالة بتاعتهم عشان يساهموا في الازمة اللي في البيت في اولاد في بعض اوقات ما بيكونش نفسهم يذكروا بس عشان خاطر اللي بيتعب ده واصلهم احساسا مش لو يدريع هكتهد عشان اسعد الرجل ده زي ما بيسعدني ليه بيسعدني لان ماما شغالة وصف دقيق للاحداث بان هناك انسان خلاص والراجل كذلك ان هناك انسان ممكن تكون بتعمل وفي نفس الوقت بترجع تطبخ وتوضب وتعمل وتسوي وتذاكر وتعمل حاجات كتير وفي تعاون للاحترام فيما بينهما احترام وتقدير وجهد عشان كده تلاقي ولد يساوي مع مامته خلاص الترابيزة قبل مبابا ييجي عشان العشاء عيتعش كلهم مع بعض وتلاقي الاولاد في بعض البيوت بيعملوا قعدة كده مين هيجيب حاجة الشهر والشهر الجاي والشهر اللي بعده عشان ما نسقلش على بابا ونتعبه اكتر ما هو تعبان اصل بابا بيتعب وبرا عشان عشان خاطرنا وعشان يحبنا يحبنا وعشان راجل متحمل مسئولياتنا تصور بقى وانت في الزحمة دي حد في البيت بيسمم دماغ طفل او طفلة بان الحمد لله ان ابوكو مش جاي الحمد لله معرفش ايه الحمد لله عصبي متنرفز نرفوز معرفش ايه الكلام ده حاجة كتير قوي بتتقال وبتقلل في القيمة وخصوصا اما الزوجة او الزوج بيتكلموا اهليهم او بتكلم اختها او بتكلم مامتها او بتكلم كذا او بتكلم كذا او بتكلم كذا والأولاد يشوفوا مدى الترابط او مدى التفسخ اللي موجود في البيوت من اكتر المشاكل اللي بتواجه الاولاد في فترة المراهقة المفاهين بسابات المفاهين فتلاقي الناس اللي كانوا بيصلوا متعودين لنهم يصلوا سن 10 11 بدأوا يزواغوا يخش الحمام ويخرجوا يا ابني انت ما كملت الثانية اهو يا ماما شعري انت بلت شعرك يخش القوضة يخرج 10 ثوانين اسرع واحد بيصلي يا ابني احنا ملحقناش لها ما صليت مين اللي قال ما صليش ونخش بقى في المعنى الاقل معنى انك ما بتصليش وكده غلط ويبقى في خناقة في البيت في الوقت اللي انا اتكلم فيه على زوجي او ابوهم بشكل سلبي في الوقت اللي بجيب سبت ومن هنا في الوقت اللي انا بعمل فيه حاجات وبخفيها عن الزوج اصله كذا اصله كذا في نفس الوقت اللي ماما بتبقى اللي بتقوله الصلاة كده ايه يعني يعني ارحنا بيها يا بلال ماما يعني تخلص الصلاة تجري ورانا على طول بيشبشب عشان عملنا صوت ماما اما بتتنرفز بتروح شد الخمار كده وتنكش في شعرها وصوتها يجيب اخر الدنيا وبنتكلم ان الصلاة كده بتهدي وروحانيات كده او حد بيقرأ الجزء بتاعه او الويرد بتاعه في القرآن وهي بتتكلم 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 وتروح لا كده كده مش ينفع كده مش ينفع في احترام للقرآن في احترام للقرآن المفروض ما يبقى الصوته عالي ومين يبقى الصوته عالي صوت حضرتك المتناقضات الاخلاقية اهم حاجة الاخلاقية اصلاة تبقى مصايب يعني احنا متصورين ان ان امه بتجذب ابنها هيطلع بيصلي امه مش امينة ابنها هيطلع بيصلي امه بتعمل حاجات كتيرة ومتقولوش لبابا اقعو عشان بابا مش عاوز يتجاب ده دلوقتي فانتو لو جبتوا دلوقتي الحاجة دي بابا حيزعل منكم فانا عشان انا بحبكم وما نزعلش بابا فجيبها لكم هيصلي مع اي اخناء بسم الله ما شاء الله الالفظ بتيجي يعني متضربة تدريب دلوقتي يعني عالمي ريحة جاية واقرح الولد في اهل الزوج في اهل بابا واقرح اهل بابا في اهل ممتو هيصلوا هي دي الفكرة ده اللي نجاي عشان وصلت لان العند يولد الكفر اللي عند ما بين الزوجين اللي بقوا زوجين المفروض يتفاهموا يقربوا يبقى فيه اقلمة مع بعض مؤكد الست بيبقى فيها بعض الحاجات اللي مش عاجب الراجل والراجل فيه حاجات مش عاجب طب نعديها الحاجات الاخلاقية للمقام الاول الحاجات الانسانية للمقام الاول الحوار له المقام الاول عشان كده اما تيجي للاولاد يسألوا هو الدين ده الاسلام ده الصلاة دي القرآن ده اللي ما نفعش ماما وبابا في خلافتهم القرآن بيقول عصى الله ان يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ادفع السيئة السيئة الحسنة تتمحوه الله فين ده وخالط الناس بيقولك حسن فين الحسن ده ده احنا ممكن نتخانع على عشر جنيه على جنيه على صرف ممكن تقوم الدنيا وما تقعدش اصلي مفيش كباية مية على الترابيزة اصلي مفيش كذا على الترابيزة اصلي مفيش كذا عمل فين فين لطائف الاخلاقيات فين اللطف فين الحنو فين العطف فين الاحترام فين التقدير فين الخوف من ربنا خلاص ما يبقى الزوج ينام في قوضة والزوج تنام في قوضة ومعندين في بعض والعيال عارفين انهم متخانقين وطبيعي ان الناس خلافاتها ما زيتش عن 3-4 تيام 3 تيام اذا كانت الى حل عندهم مشكلة لازم نتناعش فيها ونشوفها والولاد شايفين الوضع كده شايفين ان بابا ملتزم بالصلوات ولكن مش ملتزم بالاحترام والتقدير لايه لامي او العكس ما فيش حاجة اسمها ان انا احط الشبشب كده للولد والمصحف موجود هنا الصفحة دي تكون محفوظة قبل ما اطلع وإلا انت عارف بنتعلم بالطريقة دي من اكتر المواقف اللي وقفتها في بداية حياة العملية ولد صغنون واد عنده 12 سنة حافظ القرآن الكريم كله برواية حافظه وبعد ما ختم القرآن وسمعه على شيخه وخد الاجازة رأسه رأسه ألف سيف ما يروحش للشيخ ده تاني ولا يتعامل معه ولا يرجع علي ولا يبتدي قراءة جديدة قال لي ماما كده كفايا واذكر ان الام والولد دخلوا علي بيتناقشوا فالولد قال لي يا عم ومش دكتور يا عم يا عم يا سر أنا دلوقتي اتهزأت بما فيه الكفاية يا حمار يا غبي ياللي ما بتفهمش الكرسي لو فيهم انت تفهم ومتحمل كل هذا الحمل من أجل أمي فقط تبقى راضي عني في حد ما كملت حفظ أنا غير قادر على اننا أكمل بهذا القدر من الإهانة في حفظ كتاب ربنا اللي بيقول الرسول فيه وكلمة وكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة صدقة يعني ان الصلاة تنهي على الفحشاء والمنكر خلاص فخش القول ده مفيش فأنا حصلي في دماغي دلوقتي لغبطة لغبطة ان 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 الراجل اللي بيشتم وبيهزأ وبيضرب هو اللي بيحفظ القرآن الكريم ازاي يعني الدين ازاي الولد عنده حق ليه لانه ما بيفرقش ما بين المنهج والبني قدمين فاكر الفاكر ان احنا كبار ما يكفي وعقلين بما يكفي اما نعرف الصح بنمشي عليه وانما نعرف ان احنا غلطانين بنبطل نغلط الود او الولد عمر ده اه عمر ده اه فاكر ان الناس المسؤولين في الاسرة بابا وماما دول قيمين حق القوامة علينا لا ده الاهواء الشخصية هي اللي بتلعب بينا خلاص يعني جوزي بتصيادله الاخطاء و و و و كمان زوجتي بتصيادله الاخطاء افتكر ان فيه اطفال كانت بتطحى بالليل على صوت بابا وماما هم بيتناقشوا بيتخنوا مسكين فبعض اه افتكر كتير ان فيه اطفال اما بابا بيتكلم بيروح داخل ورى ماما من كتر الخوف والعصبية والنرفزة الحاجة الاهم ان احنا مش معظمنا بعضنا عشان ما حدش يزعل لابسين بيدا او لابسين اللابسين قدامكم متجملين قدامكم لكن وقعنا ممكن يكون مختلف فتصور بقى ام حد يتكلم في القواعد والنظم ويبقى بشوش ويهش ويضحك ويبتسم للناس وسلم عليه والناس بين الناس له تأثير قوي جدا واول ما يخش البيت يعبث لكن بالضبط كده يعني بومة ده في كرة دايما زوري كانت تقول على جزء بومة بومة قاعدة يا بومة ف لحد ما يصل الامر الى ان الولد يقول للام هو انت جوزت الراجل ده ليه ويصل الامر بالاولاد يسألوا بابا انت الجوزت الست ليه روحها عند اهله العلاقات الاسرية تؤدي الى عدم امان وعدم الامان هيؤدي الى قلة التركيز وقلة التركيز سؤدي الى مشكلة اكبر قلة وتوتر المجتمع الكبير الواسع ده اذا كان بابا وماما اقارب الناس الي واخديني كده بينج بونج بينج بونج بينج بونج بينج بونج بيننا وبن بعض اما المجتمع هيعمل ايه ومن الفجور ان انا هحمل طفلة او طفل المشكلة اللي تحصل بين بابا وماما يعني هما مش منتفقين على سياسة صح فيجي الاب بمنتهى التلقائية شفت او خلت ماما تزعل مني او شفتي انت السبب في المشكلة اللي حصل دي دلوقتي انا قلتلك تلبس بسرعة عشان بابا ما عرفتش ايه هو ايه اللي بيحصل بالربي وبالربي عقول من المفترض انها تكون نابه متقدة وعيدة مع كل اللغواصة اللي انا بتكلم فيها انا بتكلم من غير ترتيب لكن هي دي اللغواصة اللي موجودة داخل منظومات بيوت كتير اما بيجي الشاب في سن 16 والعقيدة عنده مزعزعة ومش مش عارف صح والغلط ومبقتش اصلي مبقتش اعمل انا كنت حافظ القرآن الكريم مبقتش حافظ القرآن الكريم اللي معرفش ايه بتاعه الكلام ده ابي لان اباب عنيف فيه اباب ممكن يخبطوا كده مش الحيط الدولاب يروحوا خارمينه وفيه امهات بسم الله ما شاء الله وقلتلكم ان انا ان انا تعلمت كثيرا من امهات ادوات الدرب دي متنوعة مفيش مفيش حاجة ما تنفعش الدرب بيه حتى الكرسي ممكن احدف الوات بيه حتى الطبق ممكن ارمي الوات بيه كل ده بيؤدي الى تكوين فكر مفهوم اذا كانت ماما اللي اسمها ماما اللي المفروض انها تبقى يعني تقدر تبقى بتجمعنا تصلح بنا تعمل كذا هي اللي ممكن في بعض اوقات بتزرع الشقاق بنا بين بابا والعيال او بين ماما والعيال عشان كده بقول واقفة واقفة مع الروابط الاسرية الاهواء الشخصية نجنبها مين احسن من مين ومين افضل من مين مفيش قاضي غير الرحمن اللي عيحكم على مين وحش ومين حل لكن نقدر نتعكز على بعض ونسطر بعض ونسطر عيوب بعض حاجة يعني بابا جاله شات على شات مسجيات فالأم شافت المسجيات اللي بينه وبينه واحدة طيب الأم تستعب بقى تسأل الأول تشوف الأول تكلم بهدوء الأول فالأم فتاخد التليفون من وراء بابا اللي بياخده وتجري على البيت اللي عندها 16 أو 14 أو 13 أو 12 أو 10 سنين وتقول لها بص يا بنتي انقل المسجيات دي عندك فهماني وشوف الرقم واتصل وشوفي مين عشان تشوف أبوكي بيعمل فينا ايه روابط أسرية بين قويها بالرغم من ان السطر في الأمور اللي زي دي أولى من الفتح بالرغم من ان المفروض ان احنا نتواصل مع بعض على ان الولاد دول زرعتين ثلاثة بيطلعوا مش صعب بالتربية لكن الالتزام هو اللي في صعوبة الالتزام في صعوبة ان انت تتفانى في انك انت تحط الأب والأم في مكانتهم الطبيعية عشان يحصل بر من العيال عشان يحصل بر من العيال لكن طالما ما فيش تفاني هيبقى فيه تقصير هيبقى فيه شتات هيبقى هيبقى ليال طلعين زي ما يطلعوا وبعد كده نتهم الجيل أو الأولاد الوسال التواصل الاجتماعي وانفتاح العالم والعولمة وغيرها بينتلهم حاجة كتير جدا فبقى عارفين كتير جدا من الأخطاء وكتير من جدا من حقوقهم وكتير جدا من المفروض ومع كده الأب والأم ما زالوا بنفس النظام القديم احنا كنا بنبص النظرة كنا بنتعدل لأن كان فيه احترام كان فيه تقدير بين الأب والأم كان فيه تفاني افتكر موقف في العيادة ده قلت علي ستة طيبة كده وقعدت وبتسأل قلت لنا جوزي تاجر مخدرات كلام ده من 12-14 سنة وكانت بتسأل يعني هي بتسأل سؤال واسع على توزيعة الأولاد والنقاشات والماديات والصرف والكلام ده لفت انتباهي انها بتقول ان لو كان اي عيل من العيال دي غلت فابوه كنتم باقوله اتلم دي الطربة اللي خرجت منها احترمها كون بابا بيعمل حاجة غلط دي حاجة وكون انه ابي بيظل هو ابوك بالرغم بالرغم من الست ما كانش طيق الراجل وكانت من السيدات اللي هي يعني ربت اللي ولاد وما الزوج ده قبض عليه يعني خد وقت خد مؤبط اعتقد او حاجة كده 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 اوي الفلوس كلها جات تتناشط مع الاولاد قدامنا حاجة حرام ممكن نعيش ملوك ممكن نعيش كذا ممكن نعيش كذا ممكن نعيش كذا ممكن نعيش كذا بس في ثانية فغضب ربنا سبحانه طالعا يبقى غضبان عليك ولانها اسست الاولاد صح فقالوا لا خلاص يا ماما احنا نشتغل وربنا بقى يقوي الامثلة دي ممكن ما يكونش الاب بتاج المخدرات ولا كذب وحش ولا اخلاقيات ونيلة ولا معرفش ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه وما يلاقيش التقدير الكافي يبقى المشكلة موجودة عندنا في الطرف الاخر اللي بيزرع الشقاق داخل كذا زي الاب والام اب عاوز ينظم الحياة وام وام شايف اني اجيب لابني كل حاجة واي حاجة في كل حاجة في حتة الحتة زي ما بنتي مش اقل من اي حد بابا ابني مش اقل من اي حد انا ابني ما فيه ازاي لابنتي هتحصل ما ميتها لانها في النهاية ما عنده السوابت وبالتالي السوابت الاخلاقية رحت طارد فبنتكلم في الروابط الاسرية الروابط الاسرية فيه لقم تلعيش قاسية والارزاق بيد ربنا لكن في النهاية هو اللقم تلعيش صعبة وانك توفر مجهود لانك انت تستغر قيومك في العمل ده شيء بيبقى مهم لكن ما تنساش انك انت لك دور يعني بصي عمريك رجب هقولك على القضية ربنا يكرمك بالمجهود اللي انت عملته بنيتك القلصة وانت بتعمله وفعلا حظنا في الاولاد في بعض اوقات ما بتبقاش كبير الاب بالذات الام بتبقى طبعا لانها قريبة وموجودة على طول وباستمرار وفترة طويلة ومؤثرة وما الى ذلك لكن ما زلت بقول ان احنا ببعض الطباعة يا عمريك زي ان احنا مثلا نبقى عاوزين نعمل الصحة وما بنغيب عن الاولاد ما بنعرفش في حاجات تتغيرت فبنبقى ملهين في شغلنا فبنعرفش بقى ايه بقى اللي أولاد بيلبسوا ايه وبيعملوا ايه وبيصرحوا ازاي وبيعملوا كذا اللي بتعرف ده الام وهنا دور الام دور الام انها جوزي عصبي على جنب سيبك من ديه لكن تعبان ولا ما تعبش يعني اجير ولا مش اجير استغرق ولا ما استغرقش ده لازم يبقى له تقدير عشان الولاد اللي مش هيطلعوا بيقدروا مجهود بابا وماما مش هيبقوا على شيء اهم قضية في الروابط الاسرية ان انا اعرف قيمة الاشخاص واللي بيقدموه اهم حاجة في الروابط الاسرية ان يبقى في قدر من الاحترام حتى لو اعداء وقلت عاصى الله ان يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور وارد جدا لعن ما ننزلقش الانزلاقات الكبيرة ليه لان احن لازم نبقى اذكية في دبلوماسية في دبلوماسيات عارفيني دبلوماسيات ان احنا نوسع صدرنا وان احنا نشوف بدائل وان احنا نحاول نحل الامور بسياسة واللي نقدر نعمله النهاردة نعمله بكرة نعمله بعده نعمله بعده كذا عشان حيتمشي عشان روابط الاسرية تتلم تاني دلوقتي احنا في طوفان نوح بالنسبة لي انا اعتقد اعتقاد راسخ بان التشبيه للعولمة اللي موجودة مع الاتصالات وثورتها مع مجموعة السوشال ميديا اللي قد كده مع الحاجات اللي بتطلع قدام اولادنا عاملة زي الطوفان ابني بيلف فيها هيغرق الحافظ الوحيد لرجوع ابنك ليك هو الاحترام والتقدير اللي تزرع في يوم من الايام ليك عشان كده شفنا اولاد باباهم بيشتغل حارس بيساعدوا باباهم بيغسل عربيات وعمال كذا وعمال كذا وفي النهاية بيخشوا جامعات وبيقضر ابوه بيبصر ايده وفي الوقت نفسه قمم سواء كانت علمية ولا ثقافية ولا معرفش ايه ولا بتاع ولا الكلام ده اولادهم مش طيئنهم وبالتالي الروابط لازم يكون عندنا قدر من الاحترام بيننا والبهر اما شوف ابويا بيضرب امي ولا امي بتضرب ابويا ولا دابي زنقني في زنق مزنق وده وعملني في كذا يعني منين حتبقى فيه روابطه سرية الحياة فعلا بقت صعبة يعني انا بعتذر لان انا منفاعل لان انا فعلا النهاردة فيه 3 اربع خبطات كده وحالة صعبة يعني اثرت في نفسياتي من ضمن العلاقات لان احنا بنضيع الاولاد احنا بنضيع الاولاد الطلاق مش تضيع الانفصال مش تضيع لكن احترام الاخر مطلوب بنشوف روسيا مع امريكا بيضربوا يعني حرب بردة اربعين اربعين حمسين سنة وبيرجعوا يتلقموا ودي دول بملايين الافراد عدوك النهاردة ممكن يبقى صديق وصديق النهاردة ممكن يبقى عدو يبقى الموازنة والاتزان واللي حيبقى لك ولدك واللحظات اللي قضتها معا واللحظات اللي بتستمت فيها او استمتعت في لحظة من اللحظات بيهم في الاخر بختم كده اعتقد وقتنا خلاص ولا لسه كمان عشر دقائق الله يسعدك طب الناس الناس كرمون بعشر دقائق اقولهم ايه دول يعني جزام الله خير ف ف ف ف فعشان كده اتكلمت في العلاقات الاسرية يعني الخلل اللي موجود في الاسر ده هو اول علامات انهيار مجتمع يعني تاني النواة اللي بيتكون منها اي مجتمع اسره والاسره زوجين واولاد لو ما كانش فيه متانة في الارتباط تأكد تماما انه كل واحد عايبقى في حالك انت دلوقتي اما بتقعد في البيت بتلاقي كل واحد ماسك حاجة شاشة وقاعد يتفرج له وما بيجيش في خاطر بابا او ماما ان احنا يلا نقعد مع بعض على حاجة نعملها ان شاء الله لعبة نتفرج على حاجة نتناقش يبقى فيه موضوع بيننا وبين بعض بنقرب وجهات النظر فيها انا اعرف بيوتا ما بيخش بابا في البيت الكل بيخش القوض عشان ما نسمعش كلمتين ما يعجبوش وبالتالي الرابط الاسرية هي اللي بتبني العقول المستنيرة الرابط الاسرية هي اللي بتخلي عندي امان وان انا اقدر احقق اللي انا عاوزه وثقة بالنفس الرابط الاسرية هي اللي بتنزع اللي تثقة الرابط الاسرية القائمة على النقد دا يا نهر ابيض دا في ناس تقول لك الحمد الله دا كنت مخنوقة ليه يا ستي دا بيعلق عالصغيرة قبل الكبيرة دا انا اما بقعد بنقعد بالاربع خمس عشر ساعات نتناقش في موضوع ما يستهلش اصلا عاوزه اقول من الاول ما يستهلش بس بنكبر التواصل ربط البيوت احترام الاخر كل اب وام اسماني النهاردة يبتدي يرتب اولوياته من جديد مش قرش يشيله للعيل بقدر ما يديله ثقة بالنفس مش شقة يجهز هالو لا دا هو يديله الطموح والاحساس بالمسئولية والرغبة انه يبقى احسن ونلتفت لان احنا فعلا يعني انا لا اتصور ان 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 ولد يقول مثلا لابو ام وام قاعدين يتخنقوا ما تفضوها عائل عن 8 سنين يقول لبابا وماما ما تفضوها بنوتا انا فاكر بنوتا وقفت ما بين الاب والام وكان عندها خمس سنين وكانت بتخاف من الخلاف والخناء فتقول لبابا انت كويس يا بابا وانت يا ماما كويس بس ممكن تسيب بعض اللي علم البنوتا الصغيرة المعنى الضخم ده يعني انت كويس وانت كويس بس مش نفعين ازاي ازاي شاب عنده 16 17 18 سنة يرد على ابوه يرد على امه وما يدهمش اي قدر من الاحترام ويغبط الباب وراه وينزل يقعد مع صحابه وده كتير من ضمن الاولاد دول الاب والام اللي ما كونش بيحترموا بعض اللي ما كانش معاهم سياسة تربوية واحدة اللي ما كونش متفقين يعملوا ايه مع بعض اللي ما حفظوش على اخلاقياتهم وافعلهم والتنين مع بعض دي الروابط الاسرية شيل يا معل لو شلت الروابط الاسرية وايه الاولاد الاولاد الولد اللي ما بيقدرش نرجع لعم رجب تاني اللي ما بيقدرش مجهود والده وفي اخر العمر يرميه في دار مسنين برغم ان الرجل ده يعني فحت في الصخر وعمل حاجات كتير جدا يقولك انا بكرم ابوي لا ما بكرموش الروابط الاسرية هي اللي بتخلي الواحد يحط ماما في دار مسنين اه اه هي دي هي دي اللي بتخلي الاب هين وهو كبير والامة هينة وهي كبير هي دي اللي بتخلي الاب سند وعفية وحتى لو كان لايملك من الامر شيء انا بقى اعجب من اسر على قد الحال وعلى فكرة على قد الحال دي بنتكلم ماديا لكن اخلاقيا واسلوبا وطريقة وتعاملا ارقى من ناس كتير معاهم والولد بيرجع من مدرسة يبوس ايه ده ابو يخش ويكتف في الواجب ويخلص الواجب ويروح يجيب العيش بتاع الامارة ويخلص ويجيب طلبات الامارة ولا يكل ولا يمل منين طلع طلع من الوابط الاسرية اللي موجودة في حين اللي ساكن في عاشر دور خلاص ابنه بيقوله انا مش اقل من الاخرين انت بتكسب كتير والمفروض تغير لي الموبايل وتغير لي معرفش ايه وتعمل لي ايه وتعمل لي ايه وتسوي لي ايه يا ابني بالراحة كل حاجة بالراحة مع كل حاجة ليكم احنا ما قلناش لا بس كل حاجة بالتدريج في حاجات بتجاب دلوقتي وفي حاجات بتجاب بعدين قدر ان احنا تعبنين في ده كله فما ينفعش المسألة دي وانا مالي الروابط اما استقطب ابني ضد امه او استقطب ابني ضد ابوه خلاص ويبتدي يتكلم على بابا بطريقة غير مهذبة او على ماما بطريقة غير مهذبة واحدهم ما يسمح بذلك دي روابط الاسرية اشربوا بقى انتم الاتنين في دور من دور المسنين في المستقبل اما تجبروا لانه زهق من القرف اللي عايش فيه بقى دي روابط اسقلت عليكم الكلام ممكن كلام ما يكونش مرتب لكن كان هدفه حاجة واحدة بس ان احنا نسعى الى روابط اسرية افضل حالا حتى يكون لأولادنا مستقبل اكثر توازن اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة